اشتركوا في القناة قال الامام الرضا عليه السلام في حق ولده الجواد عليه السلام هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم بركة على شيعتنا منه نحن امام هذه الرواية الشريفة نقف حيارة وتنتابنا الدهشة هل كان الامام الجواد اعظم بركة من ابائه الامة الاطهار عليهم السلام الذين ولدوا في الاسلام وهل هو افضل من الحسن والحسين عليهما السلام على سبيل المثال طيب هل يجر مسلم على ان يقول بان احدا اعظم بركة من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله كيف نفهم هذه الرواية اذا التي في ظاهرها تتعارض مع مسلمات لا مراء فيها ان هذه الصفة التي اعطيت للامام الجواد عليه السلام لا تعني انه اكثر بركة من الامة سلام الله عليهم لانهم كلهم بركة ولكن مما لا شك فيه انه لهذا الحديث المبارك معاني خفية هذه الرواية الشريفة تلفت انظارنا الى خصوصية خاصة تكتنف شخص الامام الجواد صلى الله عليه وتكتنف ولادته وعصر امامته بحيث اشار الامام سلام الله عليه الى ان هذا المولود لم يولد في الاسلام اعظم بركة منه في هذا الاطار لنا ان نستجلي بعض نواحي البركة في شخص الامام وكل ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم مباركون لكن الرواية تشير الى بركة خاصة الى اثر خاص فسره البعض انه ربما يشير هذا الحديث الى الواقع التاريخي والحالة الاقتصادية التي يكون عليها الشيعة في عصره عليه السلام من الرفاهية والسعة في العيش وبعبارة اخرى ان الامام في صدد اخبار الشيعة بان عصر الامام الجواد سيكون عصر رفاهية وذلك لسعة خراج الدولة وكثرة وارداتها المالية مما يستدعي ان ينال الشيعة جانبا من ذلك خصوصا وان الامام عليه السلام سيصاهر الخليفة وسيكون ذا حذوة عنده بل ان الخليفة سيسعى لكسب رضاه خصوصا وان اصابع الاتهام تشير اليه بكونه الذي قتل الامام الرضا عليه السلام بينما هو يدعي الانتماء لمذهب اهل البيت وهذا كله يستدعي ان ينعم الخليفة على الشيعة ويغضق عليهم من باب الارضاء لهم وتطييب خواطرهم الا ان البعض الاخر فسره على ان ولادته ستزيل شبهة عقائدية خطيرة يخاف منها على التشيع والمذهب الجعفاري من نواحي البركة الخاصة في شخص الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وفي ولادته العطرة هو ان الظرف الزماني الذي ولد فيه امامنا محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه لم يكن ظرفا عاديا بحيث كانت لولادة الامام اثار حاسمة لجدل وخلاف ادى الى حالة انشقاق في جسد دائرة اتباع اهل البيت عليهم السلام نشأت فرقة بعيدة شهادة الامام الكاظم عليه السلام وهي فرقة الواقفة والواقفة كان مدعاهم بان الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هو في الحقيقة الامام المهدي في نظرهم وبالتالي فانه لم يمت وانما غاب عن الانظار هو في مرحلة غيبة وبناء على ذلك ليس بعده امام هؤلاء انكروا امامة الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه طبعا تذرعوا في هذا الانكار بمجموعة امور قالوا ان الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ليس له عقب ليس له ابناء لان الامام لم ينجب له ابنه الامام الجواد الا لما بلغ الخمسة وخمسين سنة من عمره يعني قبل هاي المرحلة ما ولد له الامام بناء على هذه الحجة استطاعوا ان يضللوا كثير من السذج والبسطاء انه هذا مو امام مفترض الطاعة لماذا لانه ليس له عقب وبالتالي هو لا ينجب فاذا كان لا ينجب فهذا عيب يشهد بكونه ليس اماما مفترض الطاعة طبعا الامام الرضا صلوات الله عليه في مقابل هذه الدعايات التي كان يبثها اصحاب الواقفية كان يبين للناس حينما كان يسأل عن الحجة من بعده كان يخبرهم ان الحجة من بعد ابني وفي ذلك الوقت لم يولد للامام سلام الله فالامام عليه السلام كان يوضح هذا الامر للناس مرة من المرات يأتيه رجل من الواقفية يقال له ابو قيام الواسطي وكان يريد ان يعيب الامام سلام الله عليه انتفت الى الامام قال ايكون امامان في زمن واحد يعني الامام قال لا الا ان يكون احدهما صامتا يعني ممكن يصير اكو امامين في عصر واحد لكن امام ناطق وامام صامت مثل الامام الباقر عليه السلام والامام الصادق كلاهما في وقت واحد كان موجودين وكلاهما امامان لكن في عصر الامام الباقر الامام الباقر هو الامام الناطق والامام الصادق امام صامت صحيح له لا يقول اذا هشك النعم يجوز لا الا ان يكون احدهما صامتا فالتفت الى هذا السائل قال ها انت ذا ليس لك صامت تما عندك امام صامت من بعدك الامام التفت الى قال وما يعلمك انه لا يكون لي والله لا تمضي الليالي والايام حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق بين الحق والباطل اذا حينما ولد الامام الجواد ابطلت الحجة الاساسية التي تذرعت بها الواقفة وبالتالي ذهب زيغهم وتضليلهم وتشكيكهم للناس وكان لهذه الولادة الميمونة بركة عظيمة ساهمت في التآم المجتمع الموالي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي ابعاد اسباب الشقاق والضلال والانحراف هذا بعض او هذا مثال ومظهر من مظاهر البركة التي كانت لولادة الامام الجواد صلوات الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر